التقرير السري لفريق الخبراء التابعي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن واتقوا لأول مرة الهوية الجهوية والمذهبية للتحالف القائم بين الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوعة لعبدالله صالح حيث يجمع هذا التحالف نخبا قبلية وقوات عسكرية نظامية ووحدات من الحرص الجمهوري الموالية لصالح وثق المخالفات التي تقوم بها قوات الحوثي وصالح ووثق أيضا لأول مرة قنوات التمويل التي يحظى بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتحدث أيضا عن حصار الحوثيين لمدينة تعز وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها قوات الحوثي وصالح وتمكنت اللجنة من رصد أكثر من 49 مليون دولار لصالح في المصارف الدولية حيث تمكنت بالفعل من تجميد خمسة ملايين دولار كخطوة أولية نحن نعرف منهم أمراء الحرب منهم الجنرالات من الحرص الجمهوري أتباع الرئيس المخلوع الذين يقومون اليوم بتقتير شعبنا وإطلاق الصواريخ على محافظة على مدينة تعز نعرف منهم الأمراء الحرب الحوثيين الذين يثرون من تجارة التهريب ويسرقون المواد الإغاثية ويبيعونها في السوق السوداء وتطرقت اللجنة إلى العديد من الوقائع التي أثبتت انتهاك الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمليات حضر السلاح مؤكدة أن شحنة من الأسلحة المصنعة في إيران ضبطت قبالة سواحل عمان من بينها صواريخ مضادة للدبابات وهم مستمرون في محاولاتهم لتثبيت أقدامهم والتعاون مع الجهات الخارجية التي تمدهم بالأسلحة والمعدات لزعزعة أمن اليمن واستقراره وأورد التقرير الكثير من الأدلة على عمليات نهب أسلحة الجيش النظامي وتسليم أسلحة من معسكرات موالية لصالح إلى الحوثيين وتنظيم القاعدة مشيرا إلى أن تحالف الحوثي وصالح ارتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك قصف المناطق السكنية واستهداف المستشفيات وحصار السكان وفي الوقت ذات أشرت المصادر الدبلوماسية إلى أن لجنة العقوبات الدولية تعمل حاليا على دراسة إضافة المزيد من الأسماء إلى لائحة العقوبات الدولية التي تشمل الرئيس المخلوع لعبدالله صالح وقادة الميليشيات الحوثية حصلت زيتون الإخبارية من أمام مقار مجلس الأمن الدولي نيويورك أكد الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الإنقلابية وقال الرئيس هادي خلال اتصال أجراه بمحافظ صنعاء عبدالقوي شريف إن معركة اليمن مصيرية ولا رجعة عنها وضف أن الانتصارات التي تحققت في عدد من مناطق صنعاء لن تتوقف إلا بتحريرها من الميليشيات الإنقلابية وحث الرئيس اليمني قوات الجيش وعناصر المقاومة على المحافظة على الانتصارات في صنعاء كأهم خطوة قبل تحرير العاصمة المحتلة من الميليشيات وعودة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية مشيدا بالانتصارات التي أنجزها الجيش والمقاومة في عدد من مناطق صنعاء شكرا